السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعة عادل فتح في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أنا كجزء من مصر ولازم اليوتيوبر يكون عنده إحساس وشعور بنبض مصر هنتكلم على الأزمة الاقتصادية الكبيرة وارتفاع سعر الدولار وما هو متوقع للدولار ورفع الأسعار ونسبة التضخم ونسبة الركود الاقتصادي نتيجة شبه التعويم الثالث اللي حصل تعويم تاني تقريبا في خلال شهر واحد تعويمين حيقدر المواطن البسيط يقدر يتجاوز هذه الأزمة الطاحنة خاصة إن عام تلاتة وعشرين لا يحمل الخير أبدا لمصر وأنا هقولها لكم لأول مرة بقول لكم إن عام تلاتة وعشرين الفين تلاتة وعشرين يحمل بين طياته شيء عبئي كبير ولازم اليوتيوبر يكون عنده إحساس ويوضح لمتابعيه ويوضح لمريديه حيعمل ايه في تلاتة وعشرين عشان يعد من هذه الأزمة اللي هيكون فيها رقود اقتصادي كبير جدا وتضخم في الاقتصاد المصري بكل صراحة مش هنحط رصنا في الرمال وما أكثر الرمال قبلها هنتكلم على آآ مفترية واللي بيحصل وما زلنا في عملية افتراء ويوتيوبر آآ يعني ما قالتش اي حاجة ما قالتش يعملوا ايه يا مصريين انتوا داخلين على ازمة اقتصادية حدا ان الصحي فيها ايه ولا اي حاجة غير سن دوتشات الشاورنة غير المؤامرة نظرية المؤامرة ان في مئة فرد واحد وحددتهم تقامروا عليها علشان عندك عشرين الف مشاهدة علشان كان عندك خمساشر الف مشاهدة علشان الحوارات بتاعتك اشمعنا انت اللي اختاروك من سائر البشر وانت كل ما انت عاملتي معهم كنت غير آآ امينة معهم في التعامل وطلع والدليل الانسة مونة وفيه ناس وصلت بيقوله هو انت قابض من الانسة مونة ماشي يا عم يا زي بنت ورد لما تقبضني شيء عادي طب انت ليه بتدافع عن الانسة مونة بنت الامارات بنت حكيم العرب آآ المغفور له الف رحمة ونور عليه الشيخ زايد قال نهيان واولاده المحبين لمصر احنا عارفين ان الله يرحمه ويحسن اليه آآ الشيخ زايد قال نهيان اوصى اولاده بالخير على مصر وشايفين مدن بيعملوها احنا في مجال الزراعة كانوا بيعملونا بالعشر تلافة دنيوس اللي موم لمصر وهكذا استثمارات هائلة في آآ السوق العقاري وبتضخ الامارات ومساند كبير جدا لمصر فاحد هذه البنات آنسة الانسة مونة البنت البتول العزراء بتتعرض لمفترية وبتحطها ضمن المجرمين ضمن الاشراء وانتو شفتوا التيتا اللي هي آآ والدة فقير الادب وكانت تمجد وتحكي في الانسة مونة وتشكرها على هداياها وعطياتها آآ الكبيرة جدا ايام ما كانت تسير طاير طاير بعد هي ما اتهمتها انها بتدعم اولاد زوجها علشان تخطف الزوج يعني بتراد البنات علشان بعد كده تخطف الزوج واي واحد منصف هيقول لك لا ده هي كان هدفها انها تمنع تمنع الهدايا عن البنات دي لان هي ما بتحبش حد غير نفسها حتى اولادها ما بتحبهمش شوفوا قد ايه يعني هي كان الهدف الاساسي قطع العلاقة مع الانسة مونة علشان الانسة مونة ما تبعدش هدايا وحاجات للاولاد الصغيرين آآ يعني اصغر منها واعتبرتهم هي زي اخوتها وكانت حاجة مش بقشيش ولا اي حاجة كانت حاجة جود لان انتو عارفين ان اهل آآ الخليج كلك اهل جود واهل كرب وليس الامارات فقط كل الدول العربية على فكرة من المحيط الى الخليج كلهم اهل جود واهل كرب انا دفعت عنها علشانها الطير الصامت ما عندهش منصة ما عندهش قناة تطلع تتكلم فيها زيها زي حرية زي انتو شفته فطلحت ادافع عن هذا الطير الصامت الطير الصامت المتمثل فيه الانسة مونة وانا اتمنى لها كل خير وبقول لها كله عند الله ما بيراش نظرية المؤامرة برضو هي مازالت تعيش فيها ان ناس خططوا وشاركوا وطغط الدولي وكان فرنسي وحتى ميسيو مش عارف جاتوه طب ميسيو جاتوه الناس هتخطط لها يعني ده ميسيو جاتوه انت ما حسسانه ان هو مثلا فيه حراسة وفيه امن وفيه عدم اختراق وفيه تتبع وفيه ترقب يعني حتى ميسيو جاتوه وميسيو جاتوه قاعد فين ولا مصطفى ده ولا يعني حاجة منتهى الاستعباط والهاجس ونظرية المؤامرة ونظرية المطاردة ونظرية الناس في باريس بيخططه مع فوتولوز مع المملكة العربية السعودية مع دول الاتحاد الاوروبي اسبانيا مع الولايات المتحدة الامريكية مع الدول العربية حاجة سبحانك يا رب المهم دخلنا لانها ريحة انت تعرف انها بتصور الابرة لا شفنا العيادة ولا الناس ولا هي دخلة ولا بتجري احاديث مع العيادة شفنا انها وقفة في الشارع وبطول انا دخلة للدكتور وعملة كده طب انا بالله عليكم اللي بيبقى دخل لدكتور الاسنان بيبقى مرعوب وخاصة من الاجهزة اللي هي بتحصل ومهما كان الدكتور وحيرة فيه ومهني لأقصى مدى يعني مش معقولة مثلا حتطلع من عنده يا جماعة بعد نص ساعة تاكل شاورمة وتاكل حلوة وتاكل اقل حاجة يعني هو الدكتور ده كان بيعمل ايه يا بيحشي عصب يا بيحشي حشو مؤقت يا حشو عصب يا حشو عادي يبقى لو حشو مؤقت اقل حاجة هيقولها 12 ساعة ما تاكليش على الدرس ده ولما تيجي تاكلي تاكل شوية مهلبية ما تكزيش لحمة وشد اللحمة الضاني اللي موجودة جوة في سندوتشات الشاورمة مش ممكن مش هيطلب منها ده مطلقة فحيطلب منها ايه انها تشرب حاجات بسيطة كده خفيفة رز بلبن علشان المدغو يقول لها ما تاكليش على الدرس لكن ايه اتفاجئنا ايه ان هي حطى الشاورمة وتاكل طب فين الدكتور فين تصوير الدكتور فين تصوير الليقول لك لا اصلا دي الخصوصية والعيادة طب فين اسمه ما تعملوا له دعاية طب فين العمارة طب فين البوابة طب فين المرضى ما فيش اي حاجة غير نفس الترابيزة ونفس الشاورمة واكله وكزه ولا فيه اسنان ولا فيه اي حاجة وقالت هعمل لكم كمان سندوتش حلويات بعدها بنص ساعة وراحت فعلا عاملة الحلويات وفضمنها حط قالت لا اعمل بقى فيني يعني الموضوع ما عندها انا مش عارف بقى تقبل جمهورها باستهزائها للجمهور ده على فكرة اندل على شيء يدل على عدم احترام اليوتيوبر لمتابعين يعني بيقول له انا هدف الاساسي اخد منك عشرين دولار او تلاتين دولار وخلاص انا مش هقدم لك حاجة بدليل انها كانت ممكن تاكل نص سندوتش الشاورمة ونص الحلويات والحمد لله وفي خمستاشر ديئة في اتناشر ديئة وبعدين هي بتقول اه هاكل ومحتوية اه هاكل خلاص والله انتوا تفضلوا انتوا اللي تستهلوا انها تعمل كده بس انا عايز اقول لك كلمة وخديها حلقة في ودنك بدأ الانهيار الكامل بدأ ضعف المشاهدة واللي بيقع مش هيقوم له قائمة ثانية مطلقا حتى في البس بدأ المؤشر بينزل كل يوم خمسة في المية خمسة في المية فالصعود الى الهاوية ان كنت مفكرة ان انت لو قحت احنا اه هتعملي حاجة هنسيبك سعيد مش هنتناولك كل قنوات النقد مش هتتناولك لحدة مشاهداتك ما تبقى في الحضير مش هتلاقي مشاهدة بمعنى صح حاجة صعبة جدا انا مش مقتنع لحدة دلوقتي اه بموضوع الدكتور اه اساسا ولا انها حتى نوهت عن موضوع الخطير جدا وخاصة التعوين والازمة الاقتصادية لحدة بصوا يا جماعة الخير في فجأة اليوتيوبرات كلها من الشهر الحدد دلوقتي ارباحها زادت مية في المية يعني اللي كان بياخد مية وخمسين الف جيني مصري هياخد تلتمية اللي بياخد مية الف مصري هياخد ميتين الف ليه يا عم عادل هي المشاهدات عائلة ده المشاهدات زي ما هي ايو المشاهدات زي ما هي ولكن الدولار اتحرق احنا عارفين ايام خمسة وعشر يناير الدولار كان بسبعة جيني وعشر قروش النهاردة الدولار في السوق الموازية تلاتة وثلاثين جيني مصري من اتن وثلاثين واربعة وثلاثين وعرض ان هو هيطلع 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 في البنك ذات نفسه رافع كان بستاشر رافع اربعة وعشرين ونص بالامس ستة وعشرين ونص وما زال الطلوح طالع لان ما فيش استقرار ما احنا عارفين الاستقرار هيتم على ايه يبقى اليوتيوبرات بيموتوا بعض ويقتلوا بعض لان اقل حاجة بتجيب لو كان بيجيب سباح تمان ورقات النهاردة بيجيبوا عشرين الف وخمسة وعشرين الف كانوا الاول بيجيبوا ربعتاشر الف عشان تبقوا فاهمين النهاردة بيجيبوا تلاتين الف داخل على تلاتين الف على تمانية وعشرين الف الطاقة ايه وكله عمل من بينها وكله عمل ولكن في اي حاجة انا زي ما اقول لكم احنا بنعاني معاناة شديدة في عملية التضخم اللي بتعاني منه مصر وللأسف الشديد وانا بقول للأسف الشديد ما حدث بالامس في الشهادات اللي تعملت في البنك الاهلي وبنك مصر اه شهادات جدا على الاقتصاد المصري انا دي وكة نظري ليه لان انا كبنك لما اخد بخمسة وعشرين انا كعادي الفقي هروح ادفع مليون البنك هيدهولي مليون ميتين وخمسين الف بعد سنة معنى كده ان البنك بيقرن نسبة التضخم خمسة وعشرين في المية في مصر ودي كارسة الوصول التضخم يبقى تنين في المية تلاتة في المية اربعة في المية خمسة في المية ستة في المية طب خمسة وعشرين في المية لما انا قد البنك على خمسة وعشرين في المية. البنك هيدي رجل الاعمال او اللي عنده مشروع قرض على قد ايه? في اعمال ادارية واحد في المية. في بنك اتنين في المية. في اعمال تلاتة في المية. يعني هياخد اقل عنده خمسة في المية. وهيحط ها مش ربح خمسة. يعني معنى كده ان البنك هيدي القرض ده لاي مستثمر على خمسة وتلاتين في المية. يعني انا لما اجي اروح للبنك وقول له انا عايز مليون جني خلي بالمليون مليون جنيه هيقول له هتدفعه مليون تلتمية خمسة وستين الف جنيه. لما انا يبقى عايز اعمل تطور في مصنعي. انا بضرب مليون بقى تخيل لو انا عايز مية مليون او ميتين مليون. انا عايز اعمل تطور او عايز اكمل المصنع او عايز اعمل الانشاءات. واخد قرض بخمسة وتلاتين في المية ولا ستة وتلاتين في المية. يبقى انا ياللي صاحب المشروع هحط هامش ربح ايه عشرين في المية يبقى خمسة وخمسين لستين في المية. يعني معنى كده ان السلعة اللي حتطلع من المشروع ده محطوط عليها فويت بنك وكلام من ده وحاجات ستين في المية. طب انا بقى عندي فلوس تاني حطوطها مسلا في اي بنك. والفايدة بتاعتها ستاشر في المية ولا اربعتاشر في المية ولا تمنتاشر في المية. هتطر ان انا اسحب فلوسي واحطها في الشهادات الادخارية اللي هي بتاعت سنة ذاتها العادل خمسة وعشرين في المية عشان اخد خمسة وعشرين في المية. طب وارباح اللي هناك حبقت. يبقى احنا حاجة صعبة جدا. هيحصل تضخم اه لا اه محالة. هيحصل الركود اقتصادي لان معنا من الناس حتى تحط فلوسها في البنوك يبقى انا بس حب حم السوق. يبقى شراء شوى? تضخم. يبقى السوق العقارة يحصل فيه تضخم. طيارات تضخم مش هيبقى فيه شراء. ليه? لان انا حطيت فلوسي في البنك. دي النسبة يا جماعة الخير. النهاردة السوق الموازي. هو اسمه السوق السوداء. انا معرفش ليه طلعناه السوق الموازي. الدولار كان بكام في الفترة الاخيرة. نكونه صراحة. الدولار لما كان بستاشر و رفعته في التعويم اربعة وعشرين ونصف. كان سعره الموازي في السوق الموازي برا من واحد وتلاتين وصل لتمانية وتلاتين. او لسبعة وتلاتين. يبقى في السوق الموازي سبعة وتلاتين. انا اتحسبت عليه ايه? في سوق السيارة. لما باجي اشتري سيارة. بقول له السيارة دي بكام بيقول بمليون وميتين الف. ليه عام التحاسب هتكاد? يقول اقول له اذا الدولار يقول لي تا ما ترحت تجيب منه كده وروح حتلي كده من ابو ستة وعشرين. لانه حاسب الدولار على اتنين وتلاتين ونصف. لما بروح اشتري دهب. الدهب بكام? وكذا. ليه يا عام? يا انت ما حاسبنا على ايه? ما تحسب السعر العالمي للدهب. انا مان وما للسعر العالمي للدهب في الدولار. اه حسبته. السعر العالمي كام? اجي احسب السعر العالمي. واضربه. واقسمه. على سقة على اربعة وعشرين ونصف. اللي هو كان ما يجيش معي يقول له الله. ده انت اغلى? يقول لي هو انت بضرب على اربعة وعشرين ونصف? انا بضرب على اتنين وتلاتين ونصف. الحديد. لما نط الحديد من تمنتاشر الف ووصل لتمانية وعشرين الف وتلاتين الف. لانهو بيتعامل في السوق. فبدأ السوق بقى عندنا سوق ايه? سوق بيتعامل. اه كده طب ليش احنا بقى نخشه في المتادية عم عادل وقل لنا الاصعاب. طبا هتسين. النهاردة عندنا احنا اه منتجات كبيرة جدا ما زالت موجودة اه في المواني. بضائع يعني كبيرة جدا ودخلينا على شهر ورمضان وانتعارفين انه شهر ورمضان احنا بنستهلك بنستهلك التقطة ايه? لابد من الافراج الجمركي فورا. طب ما عنديش سيولة. ما عنديش دولار. والبنك النهاردة بيرفع سعر اه اه بيمز للجني علشان خاطر الناس ببيع الدولار ويشتروا اه ويحطوا في اه الشهادات اللي هي الخمسة عشر الفو البنك. طب انا عايز افرج عن البضاعد. البضاعد ايه? احنا فرجنا تقريبا عن التلت فضل التلتين. فالاسعار هتزيد لانه هتتعامل على السعر الموازي للدولار. وهو اه حاليا مقدر نقول واحد وثلاثين اتنين وثلاثين. اه الدولار في البنك المركزي بيتنقط ما احناش عارفين انا كنت هنا اطالع ستة وعشرين واحد وخمسين ارش. ما عرفش ان كان في نهاية الفيديو حيبقى سبعة وعشرين. ما عرفش بالليل حيبقى تمانية وعشرين. ما نعرفش يوم الحد اللي جاي السعر هيبقى كام? اكيد كل السلع هتزيد. طيب المطلوب ايه? المطلوب بقى دلوقتي احد الخبراء الاخصادين الكبار قالك ما تشتريش غير اه تشتريش حاجة جديدة بقى. عايز تلاجة? هات تلاجة مستعملة. عايز عربية? هات عربية مستعملة. اوعى تشتري الجديد. عايز تشتري خضار التلت. لحوم التلت. لان انت داخل على نسبة تضخم كبيرة جدا. ونسبة ركود اقتصادي كبير جدا. ولو فضلنا احنا نشتري. بكيلو اللحمة? يعني هروح اقول للجزار انا عايز كيلو لحمة. لا. اقول له انا عايز تلت كيلو. اوقف تلت كيلو. اخد حتة لحمة وعملها على اقدار. اوقف اوقف طلوع عرضه قدامه اوقف عند الجزار وقول له انا عايز نص فرخة. ايه سيب لي الفرخة نصيه. لو تعودنا على كده لان انا لما قوله هات فرخة. طب ما الفرخة هتبقى مية وعشرين حلقاء مية وخمسين حلقاء مية وستين. لما اجا اروح اقول له هات كارتونة بيت هات بالطين. هات تلت بيضات. ونعملوهم اي حاجة عجة نعملوهم على الفول ويبقى اسمها. لان اللي جاي. الوضع هيبقى صعب جدا. المصريين النهاردة للأسف انا بقول للأسف. كل يوم بيزعلوا. انا واحد من الناس. علشان بشتري مبيدات وحاجات تخص المزرعة وكيمويات ومستلزمات انتاء. وحياة العامة وحياة كل يوم بزعل. كل يوم بزعل. لاني كل يوم بدفع ازيع. شكرا لكم. عشان الجرس ضرب بتاعي التكتفون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.